أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة 24 لعبا المعنيين بالدخول في المعسكر الإعدادية الخاص بالمنتخب المحلي لحساب مواجهة المنتخب المغربي وذلك لحساب ذهاب الدورة السفوية الأخيرة المؤهل لكأس أمم إفريقيا للمحليين 2020 المواجهة ستلعب وصفة القادم بملعب مصطفى شاكيربيا البوليدة وبحسب آخر الأخبار فإن مساعد المدارب جمال بالماضي سرجو رومان سيشرف على المعسكر الإعدادي للمحليين الذي سينطلق الليل